لكن هناك اضايا فساد تانية تجار المخدرات وتجار السلاح والاموال المجبوهة والتمويل الخارجي المجبوه واخفاء اموال الجماعة الارهابية داخل مصر اللي كانت تمان سينة كل ده ما بتسيرش علي حد مصر فيها تمانية مليار دولار داخلهم تمان سينة راحوا فين الاموال دي جماعة الاخوان الارهابية حطينهم مع اشخاص بذاتهم هم مش اخوان ولكن هم حرسين هذه الاموال حطينها يشيروا بها عقارات يشيروا بها مطاعم يعمل بها اراضي تمانية مليار دولار دول دخلوا في اي توقيت دخلوا في توقيت محمد مرسي لما كان رئيس الجمهورية طب والاجهزة الرقبية مش كانت معانية بيها بالبحث عنها بتعمل ايه مع رئيس الدولة رئيس الدولة لأت ساعتها طبعا في الوقت ده كان فيه ناس كتير بتدير هذه الأمور وبيتفقوا يتأمروا على الدولة وبيتأمروا على مؤسسات الدولة بما فيها إلى جهزة الرقبية المعلمة دي موثقة ساتل هو أو على مسؤوليتك على مسؤوليتي أبان وجودي في لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان و8 مليار دولار دخلوا مصر في برلمان الإخوان ده أنا أقول السادتك على حاجة كان جماعة الإخوان بتدرس قرار إلغاء المخابرات العامة المصرية إلغاء المخابرات العامة المصرية ده كلام منتهي أمره في هذه اللجنة وأنا موجود فيها أقولولا يعني أنا طبعا مش هايزة أقولكم نبنعمل إيه وعملنا فضيحة وصوطنا وسرخنا لكن يا جماعة إزاي دولة تلغي جهاز المخابرات العامة يقولك إحنا في حالة سلم بحاجة ترشيد الانفاق بحاجة إن إحنا خلاص إحنا وإسرائيل بقى بقين أهل يعني إحنا مش محتاجين مخابرات طبعا الكلام ده كله كان في إطار هدم الدولة المصرية إن أنا بقول ده هو للتاريخ وللمشاهدين كريم يعرف إن القصة ده أنت شاهد عيان على الكلام ده أنا أقول أنك كنت موجود في لجنة الدفاع والأمن القومي أعضوا في لجنة الدفاع والأمن القومي وإنه كانت لقشات مستفيدة لإلغاء المخابرات العامة وأمن الدولة وخلي بالك المناقشات دي مسجلة في لجنة دفاع والأمن القومي بالصوت طبعا داخل اللجنة ما فيش تسجيل صورة لكنها مسجلة بالصوت هو أمن الدولة ربما في سياق الأحداث اللي كانت مقبولة فيه خلاف ولهم حجة كان مقبول يعني لا مش هول السيادتك مقبول بينك قوسي اه يعني هول السيادتك هما كانوا لهم حجة يقولوها قدام الناس لكن المخابرات العامة إنما أيوة دي ده أقول مرة أسمحها دا ساكله لا لا دي حقيقة فعلا ما كانش لهم حجة لكن هو كان عايز يعمليه عايز يستعجل على مخطط تأسيم عايز يدمر الدولة بسرعة عايز هو باع سينة وقبط تمنها خلص الكلام وبعدين كلام تمن سينة دا دا تناقش في كونجرس الأمريكي مش أنا اللي بقوله دا الموضوع كبير جدا خلينا نقول بقى طب على مسؤوليتك إن 8 مليار دولار دول مش عارفينهم فين لا طبعا مش عارفينهم فين لو في مسؤول مصري يطلع يقول إن احنا جففنا منابع الإرهاب إننا ضبطنا الفلوس اللي كانت مع الإخوان انت دخل فلوس عشان الإخوان يوصلوا البرلمان راحت فين خدوها الجماعة دخل فلوس علشان خطر محمد مرسي يعني يوصل لكرسي الحكم راحت فين طب ما انت خلقت ضمنيا كده أنت خط عليك أستاذ الإسلام بس أنا أنا كنت متخالي أنت هتأخذ المساحة الأكبر وتلقي بكرة التالي لا طبعا مشاهد عيانه عنده أو كرة النار عند اللاسيات اللي هو لكن هو فجر أضايا كتير حركة مش عارف ضمنيا أنت بدين الأجهزة الرقابية اللي داخل الدولة أنه الحاجات دي تمت لا أنا بدين الجهاز التشريعي الذي لم يعي إلى الآن وأنا واحد منهم وبقول أنا مسؤول أنا مسؤول معهم لأن ده التاريخ يا حسبنا عليه أننا الحد النهاردة ما طلعناش قانون من أين لا كهذا لكل ما المجبوه داخل مصر الكارسة لتشريع أه أسأل أجهزة الرقابية تشريع بيعيق الأجهزة الرقابية أو ما بمكنهاش أنها تشتغل بشكل أفضل لا يمكنها ليه أنت النهار دلوقتي الرقابة القادرية ما تقدرش تجيب مواطن عادي تقوله من أين لا كهذا على أي أساس ما إحنا دولة قانون في الآخر أنا هجيب المتهم ده عشان أعرضه على المحكمة لما أجي أعرضه على المحكمة أي تهمة هنسيبها ليه ولو أنا جيت على واحد النهاردة ليس موظف عام وحصرت أمواله ده هيبقى اختلاس من الدولة إنما بقى لو في قانون من أين لا كهذا بيحاسب الناس دي قصة إننا الحدتة بقى اللي أنا بلوم فيها على جهز الدولة أنت عندك هيئة قضائية يرقصها مستشار اتقال فيها إننا نحن بنجفف منابع الإرهاب الهيئة لا تعمل كما ينبغي أن تعمل ده اللي أنا بلوم فيه جهاز التنفيذي النهاردة لو فيه بلاغات على مواطن هل ترقابة الإدارية؟ لا مش الرقابة الإدارية ما الهيئة تيه؟ في هيئة قضائية فيها مستشار الهيئة دي خصصت تحديدا لتجفيف منابع الإرهاب أسننتعرف القصة فيه؟ القصة نفيه فلوس عندك مركونة في مصر وقت ما كنا عايز عمل تفجيري أقول له الديني منها مش محتاج تمويل من بره الدولة نجحت في تكفيف المنابع الخارجية بدليل العناصر الصغيرة اللي كانت في سيناء النهاردة ودي برضو على مسؤوليت أنا معلومات مؤكدة الدواعش الأوليالين في سيناء بقوا يسرقوا غنم عشان يأكلوا آه والله ده حقيقة عاجبت ده حقيقة وده بقى في التفسير الجنائي الجميل بقى شغلتي أنا كظابة شرطة بقول لحضرتك أنه هم كانوا الأول بيمولوا كون أنه يسرق عشان يأكلوا يبقى فيش تمويل آه كان الأول بيقول احنا معنا الحر العين ومعنا فلوس احنا قفين عليها مش هتخلص كون أنه يوصل لمرحلة أنه يطلع يسرق الأغنام من راعي غنم بسيط يبقى معناه أنه هو الدولة نجحت في أنها تجفف منابع خارجية عليه تمام طيب بقيت الجماعة بقى اللي هي في سجون دلوقتي اللي في سجون دلوقتي معهم فلوس الفلوس دي موجودة في مصر حضرتك محطوطة مع ناس ما هماش إخوان بيستغلوها في أن هم يستسمروها ولما تيجي الإخوان أو الجماعة العربية تحتاجها في تفجيرات واغتيالات هياخدوها بحمل سلطات الدولة هذا الشعب طيب عشان رجل تبدأ ما زعبش مني